موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو حلة جديدة وكلمة أخيرة ضيفة حلقتنا النهار ده يا الفنانة وفاء سالم لو فاكرين فنانة وفاء سالم يا نجمة النمر الأسود مع أحمد زكي أنا بأهبك يا أحمد لو فاكرين الفيلم ده وفاء رجعت يا محمد الوفاء رجعت للأضواء بشكل كبير مش من باب التمثيل ولكن من باب الصورة دي والصورة دي هي عمليات تجميل أو حقن فيلرز وبوتوكس تعرضت لي وفاء عدد من المرات بأخطاء متكررة قدت في النهاية لشبه كارثة كادت تودي للتشويه وجهها وكان موضوع عامل صديد في وشها وكان ممكن يؤدي لكارثة أكبر كارثة صحية أكبر لكنها أخيرا وصلت لطبيب قدر يطلع لنا الصورة دي أنه يعني يعالج مشكلات وجه وفاء وترجع أنها ترجع لصورتها اللي احنا تقريبا اللي احنا عرفناها بيها طبعا ملامح الزمن لا يمكن تغييرها نهائيا ولكن على الأقل أنها تخبي أو يعني تداري بعض المشكلات اللي حصلت النهار دا هنشوف وفاء وهتكون معنا على الهواء هتنكلم عن التجربة عن المعاناة اللي كتير بيتعرضوا لها لما يبصوا في المراية ما يلاقوش نفسهم هذه الحلقة وده مهم بس عايزة أقوله أنها ليست ضد عمليات التجميل ليست ضد الفيلرز والبوتوكس على الإطلاق هذه عمليات مهمة للحفاظ على جمال الوجه بقدر معين المهم في حاجتين استخدام مواد طبية سليمة عدم تغيير الشكل بشكل كبير وأن أنا بص في المراية ألاقي نفسي ملاقيش لا شكل تاني ممكن يبقى أحلى كتير بس مش أنا ولا يحصل تشويه كما حدث مع وفاء سالم في البدايات وده أهميته طبعا اختيار الطبيب الثقة فيه وأيضا اختيار المواد احنا ما نعرف منين الفيلر والبوتوكس اللي بيتحط لنا ده نوعه ايه هنا بقى الثقة في الطبيب قضية مهمة جدا هنتكلم معاها ونتكلم طبعا عن الفن والتمثيل والغياب وفاء سالم يعني يمكن موجودة ولكن بشكل متقطع فهنعرف ما هي أسباب الغياب أما في النصف الأول من حلقتنا فهنتابع أخبار كتيرة منها استمرار الخلاف حول الفاتورة الإلكترونية بين نقابات المهنية المحامين والأطباء المحامين عملوا وقفة احتجاجية ضخمة جدا أمام النقابة والأطباء وبين وزارة المالية وزارة المالية مصرة أنه لازم كل المهنيين يتم تقيدهم في الفاتورة الإلكترونية بحلول يوم 15 ديسمبر يعني خلال كم يوم المهنيين بيقولوا لا احنا ما بنقدمش عمل تجاري احنا مش عايزين نقيد في هذه الفاتورة الإلكترونية فهنتكلم عن هذا الخلاف وطبعا هنتكلم عن أستاذي الذي رحل أستاذ مفيد فوزي اللي الحقيقة كان رحيله موجع بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لجيل كبير من الصحافة والصحفيين والعملين في مجال التلفزيون أيضا وأكيد طبعا هنعلق في بداية الحلقة على حلقة الأمس من المنصورة الجديدة يلا نبتدي الحلق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر